بعد اشتباكات عنيفة شهدتها أحياء المدينة القديمة والمغار بمنطقة وصل بلاد الخميس بين قوة حماية الدرنة وقوات عملية الكرامة يعود الهدوء الحذر إلى المنطقة صباح الجمعة هدوء يأتي وسط تأكيدات حول أرسال قوات الكرامة تعزيزات جديدة لاقتحام بقية المواقع التي تسيطر عليها قوة حماية درنة في وصل بلاد وهو ما ينذر بتجدد الاشتباكات خلال الأيام القادمة وفي هذا الصدد أعلنت غرفة عمليات المختار التي تقود المواجهات في درنة التي عين مؤخرا سالم رحيل آمرا لها ما قالت إنه الترتيبات النهائية للسيطرة على آخر المواقع التي تتحصن فيها قوة حماية درنة بأحياء المغار والمدينة القديمة وصل بلاد ومع تواصل الاشتباكات تؤكد الأنباء القادمة من هناك قيام مسلحين موالينا لقوات حفتر بحرق عشرات المنازل التي تعود ملكيتها لمقاتلي قوة حماية درنة وعدد من الناشطين المعارضين لعملية الكرامة أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الحرب في مدينة درنة والاشتباكات ما تزال متواصلة فيها رغم إعلان قوات الكرامة السيطرة عليها كليا في ظل تقارير حقوقية تتحدث عن أوضاع إنسانية وصفت بالمخيفة فضلا عن استمرار نزوح عشرات العائلات إلى خارج المدينة